أنا بالنسبة لي غاية دلوقتي المنتخبات اللي أبداعت وأمتعت وأقناعت اتنين إنجلترا وفرنسا يعني دول من اللي ظهروا الغاية دلوقتي في المونديال هم دول اللي تدعوا تقول عليهم دي فرق جاية تنافس على البطول جاية ليه هدف جاية ليه هدف ورغم أن أنا أعرف تماماً تماماً أنه إحنا بعد دول المجموعات نقطوا من أول السطر قصة بقى بعد كده في النوكاوتس أو في الأدوار الإقصائية قصة مختلفة تماماً وارد جداً يحصل حالة التحول اللي يا ما شفناها في بطولات كأس العالم لمنتخبات بدت بداية مش كويسة وبعد كده قدرت تعمل التحول الكبير جداً بداية من الأدوار الإقصائية فهنشوف لكن اللي ما ظهرش عندنا منتخبين لسه ما ظهروش منتخب غانا ومنتخب الكاميرا أبص معاك بصة سريعة كده على المجموعة السابعة والمجموعة الثامنة المجموعة السابعة البرازيل وسربيا وعلى فكرة السربيا عندنا منتخب محترم جداً ومعهم سويسرة والكاميرون فرص الكاميرون من وجهة نظر كابتان عمر شايف أنه قصود الكاميرون ما زاله قصود في المواقف اللي زي دي أو في البطولات اللي زي دي بتشوف حاجة تانية خالص غريلية تتفرط عليها في بطولة الأمة عندهم من العزيمة ما يكفي يعني أنه يمكن سوم القدته كان بينوه على الحاجات دي عشان يبعد الأنظار عن الفرقة ويبقى الكلام كله والهجوم كله عليه هو لا هم فرقة محترمة أنت بتتكلم على التصريح أنه هو نحن نلعب نهاية كاسة العالم أيوة هو ما بيجي تتكلم بيبعد الضغط العصبي على الفرقة نفسه بيميل هو النقدي ليه هو وهو اللي غالح حاجة برضه أنت شوف يا سيد أحمد أنت بتتكلم على الأسماء أنت لسه بتقول البرازيل أي حد يتوقع يقول لك البرازيل رقم واحد بس ما حادش واخد بالون فيه سربيا حادش واخد بالون فيه كاميرا فيه فيه ممكن تبقى دي اللي يطلع منها أوله تاني أوله تاني بأسلوب وياخده أحسن توالد لو فيه حاجات كتيرة يعني فرقة هتلاقيها يعني من البداية لا أومة تمانية هيخده أوله تاني على أطول خلاص يبقى أنت من البداية كل فرقة عم حددها لنفسها إيه ترسل بتقول لبرازيل إنجلترا حددت لنفسها أن هي جاية لها هدف عشان تحقق نهاية كاسة العالم رنوال دمداريب الأرجنتين بيقولك أنا متوقع بعد مكسبي وفوزي على الأرجنتين الأرجنتين هتبقى وصلها لكاسة العالم نهاية كاسة العالم شوف الراجل في المؤتمر الصاحب يقول إيه أنا متأكد أنها توصل لنهاية كاسة العالم ليه؟ هتشوف حاجة تاني الماتش التاني بقى وهتشوف أداء تاني خالص وهتشوف ضغط وهتشوف عصبية وهتشوف سبات في المستوى هتشوف من البداية أنهي المباراة زي فرقة إنجلترا وفرقة فرنسا إحنا بتدينا رنزية كاسة العالم بتديناها بخسارة إيلة أودة اللي إحنا حقناها منتخب الشباب مع كابتن شاويغة اللي بتديناها بهزيمة إيلة قوي قدام الأرجنتين وبعد كادرنا نوصل لقبل النهائي في أعتقد إيه 2001-2002 حاجة كثيرا تفوق بقى؟ في صدمات في الأول الصدمة دي بتعمل انقلاب للأداء يعني من ضعف مستوى لنصول نهائيات المجموعة التامنة يخصنا فيها غانا غانا معاها بورتغال أوروكوي وكوريا الجنوبية بلاك ستارز نجوم السورة لا والله انت جامد قوي مع الأفارق يعني انت على طول كده أبو كوريا وغانا ايه طلع أوروكوي ها المشكلة نونيز وكافاني وسوارتز ومش مشكلة عارف عارف بس هما برضو فرقة كويسة فرقة كويسة قوي متحمس انت لمنتخبات العربية والأفريقية طبعا وكنت أتمنى يكون منتخبي موجود عشان تبقى الحب جماعي بصفة خاصة لمنتخبي وبصفة عامة للمنتخبات العربية بس يعني خلينا نتفاقل بفيتوريا اه لا بيبس انت ليس يا سيد احمد تقول الراجل بيدرس الراجل بيذاكر زي الراجل التاني واخد المنافة من 2019 مع السعودية هو ده ايه هو ده انا بس عايزينه يركز في كورة المنتخب يخلي بس ما بقاش فيه تشتيت ذهن من الأمور اللي بتحصل حواليه الدور يمشي زي ما هو الموعد هي هي كس الربط هو وكس ماصر بدون تغييرات يمشي زي ما هو